السلام عليكم. دي مشكلة حساسة حبتين. فهحاول يعني على قد ما اقدر ان انا اختار كلماتي بعناية يعني. لان احنا كده بنتكلم مع ناس يعني او عن ناس مش هينفع ان نقول عنهم اي حاجة مش رصيفة. واحدة من المواقف الكتير اللي بتتبعتلي اي اما بيبعتلي مثلا بنت عادي هما كلهم تشغلوا في مجال التدريس فواحدة ام ايلالي مام وبابا بيهزقوني في الطلع والنازل يقولوني والله ما هتفلحي. فيه اللي بيقولولي ان هما بيدوا دروس البيت فممكن تبقى الام او الاب بيدخلوا في شغلهم مع التعامل مع اوليها الامور مع الطلاب. واحدة من المواقف ان الام اه يعني ايه المدرسة البنت اه بتدرس اه دروس في البيت فالجران هما اللي بيجيبوا اولادهم يعني. فممكن البنت تبقى نايمة كده في الاوضة وبعد كده ايه تس حتلاقي جارتها قاعدة اصادها اه عشان خدت اتكلمها على الدرس وشال في ايه عشان مامتها سابتها تدخل ايه الاوضة اتلاقي ايه دخل ايه نايمة جوا. فوجارتها دي تتعامل معانا بشكل واحش شوي اه والام مسلا ايه اه يعني اه حد يعني ايه اه لطيف قوي قوي ما يحبش يحرج الناس اه فبالتالي ايه ما عنداش مشكلة اللي هو ايه احنا نستحمل جرانة ونستحمل مش عارف ايه وما ينفعش ان نقول لهم لا يعني فعايزة تخش عندها قط انهم تدخل اه اه مش عايزين يدفعوا خلاص نستحملهم اه بيتعاملوا معها بشكل واحش مش مشكلة ما دي جارتنا فالحاجات اللي زي كده نتعمل فيها ازاي? زي ما اتفقنا الفيديو قبل كده ان احنا اه عمدنا اللي احنا بن بنجمع فيها كل سلايس كده حاجة بنتعلم بنساول شغلنا بندور على شغل اه وكلمنا على ان احنا نهتم بشخصيتنا او ان احنا نتعلم ازاي تبقى شخصيتنا قوية اه واتفقنا ان الشخصية قوية لا تعني انه شخص اه اه مش مؤدب بالعكس ده مقيب شخص مهزب جدا جدا ولكن شخصيته قوية محدش يعرف ايه اه يعني يكبروا على انه يعمل حاجة هو مش عايز يعملها خصوصا لو الحاجة دي هو من حقه في الحياة وفي الدين وفي الشرع وفي كل حاجة انه هو يعملها وما يعملهاش. طيب اه لما نلاقي حاجة زي كده طبعا ماما وبابا يعني ايه اه لو احنا اه لقناهم مثلا عملوا حاجة زي كده و ايه وقالولنا مثلا ايه او قالولك ان اه لا انت لازم تعمل حاجة فلانية لازم تدرس للشخص ده حاضر يا ماما حاضر يا بابا على عيني وعلى راسي مش عارف ايه ولما يجي الشخص ده يكلمك لو والله انا جدواري مشغول الفترة دي لما بقى فاضي نبقى نشوف اه الشخص بيتعامل معك بشكل وحش تمام وماما يعني انتي وماما والجارة دي واقفين انتو التلاتة مع بعض فالجارة بتكلمك بشكل وحش تمام وماما تقولك دي جارتنا ولازم يعني ماما جاية مع الجارة عليك في الاخر وانت شايف ان ده مش سنوتفير خالص يعني فتقومي بتبصي لماما وتقول له يا ماما يعني انتي فقراس يا ماما وتقومت دي افتق سامح له وبعد كده تبص للجارة تقول لها انا مسمح لكيش بانك تتكلمي معايا بالشكل دوت ولو فضلنا نتكلم بالشكل ده انا هدخل قطي اه ومش هينفع اكمل مع ولادك الدرس فبالتالي انتو كأنكم اسمتوا المحادسة كأن انتو بتتكلموا مع ماما لوحدها هنا بشكل معين بتون معينة وبعد كده لما نبص للشخص التاني بنتكلم بشكل تاني اه المحادسة الموضوع المدرس هو فيه عنده جزء اكتنج سكيلز زي بالظبط لما المدرس بيبقى هو تعبان مريض عنده مشاكل عنده اقصاد عنده كل الكرام ده ويدخل الحس ايوه دي يضحك وإيه هزر مع الناس ويلعبهم ومش عارف ايه وهو من جواب يتقطع عنده حد مريض في العيلة الآن من كل الكرام دوت فهو ديس اكتنج صح انا احنا كده بنمثل ودي مش حاجة حرام انا كده بحاول دي للناس احسن ممكنة فنفس الفكرة انا في محادسة دلوقتي اهم حاجة ان احنا بس نبقى مدركين لمشاعرنا انا دلوقتي حاسة بالغضب فالغضب دوت لو انا مش قادرة تحكم فيه فهو في الاخر انا هتكلم مع ماما وحش وهتكلم مع الستة وحش لكن انا لقيت انا ايه طيب انا دلوقتي مددية طيب يا ماما يا استاذة انا مش مستعدة ان انا اتكلم دلوقتي انا اثنكم ودخلوا ادخلوا الحمام اخسروا الشكر وخليكوا جوا شوية افلوا الباب اهدوا اطلعوا لقيتوا الناس اسا موجودة منتظرين الحفلة تستكملوها يبقى ببساطة جديدة جدا اه تكونوا هديتوا خلاص وتقوموا ايه قايلين لماما ايه ماما كلمتين طيبين تمام وبعد كده تقوموا بصين للشخص دوت للولاية الامرتي وتقول لها دلوقتي فيه مشكلة واحد اتنين تلاتة وانا مش هعمل غير الحاجة الفلانية ست تتعلي صوتها تشل تتحط تعمل تعمل ما فيش انتو هي قولا واحدا انا مش هعمل غير الحاجة الفلانية وعن اذنك دلوقتي ان انا عندي اه حاجة تانية اه على جدولي حتى انا ما عندكمش شغل تروح وضع الكمبيوتر بقى موبايل ادخلوا الاودة واقفلوا بالمفتاح لو انتم متعودين ان الشخص ده اه لا يستحي يعني ان هو يدخل اه ان هي تدخل الاودة عليكي مثلا اه بدعوة ان احنا جريان ومش عارف ايه وبنات وجودة لا ادخلوا واقفلوا الباب حطوا كورسي وراها هي بقى تيجي تخطبت تاعمل وقالك انكم سمعينها احنا كده بنبروتاكت اور برايفسي بنبروتاكت نفسنا انا دلوقتي في السياق مش حاسة ان فيه حد بيحميني يعني مش حاسة ان ماما وبابا بيحموني مش حاسة ان اخواتي هتديني وضعي قصاد الناس يبقى او مسئولية ان انا احمي نفسي دي وقعت علي انا خلاص انا شخص كبير فاهم وشايفة ان فيه اعتداء بيحصل علي فانا ببساطة جيدة جدا ابتدي افنة المواقف ده اا واحدة تانية اا من المواقف يعني مثلا هي ايه الستة دي دخلت الاوضة وهي نايمة تعملوا ايه مش هنقوم نطرادة يعني بصوا الانجراشن بقى ونحنا ناخد الموضوع زي رعي زوم اللي هو ايه يا ستنت اللي دخلك الاوضة دي طلعي برا ومش عارف ايه ساعتها لا ده كده اللي هو ايه جنان احنا عارفين ان السياق بتاعنا ده بيحصل فيه انا عارفة ان بعض الناس هم بالنسبة لها يعني ايدخش الاوضة علي وازاي ماما اتدخلها انا بتكلم في ان فيه ناس حياتها كده وناس حياتها كده كل الناس حياتها مختلفة عن بعض فبالتالي انا لما لايه حاجة زي كده فاقوم ايه ايمة وماكملش ما تكلمش معاها يعني معودش عالسرير اتكلم معاها انا انقل المعركة دي لمكان تاني ان انا اقوم ايمة قولها تعري فضلي معاين اتكلم برا فهي قاعدة ليه ما احنا قاعدين هنا ما تبصيش وراكي اطلعي برا الاوضة فهي هتلاقي نفسها قاعدة لوحدها في الاوضة فهتعمل ايه هتضطر غصبا عنها تخرج وراكي يعني انتي لا زعاقتي ولا شاتمتي ولا قلتي اي حاجة تتاخد عليك انتي كل اللي عملتيه انك تحركتي من مكان النقطة الف للنقطة به والنقطة به دي ما فيهاش مشكلة ان انتي يبقى المحادسة شغلة فيها لكن النقطة قالت فيها مشكلة انا لما حدي بقى قاد في قوضة نومي وهي تتكلم معايا كده مش هتتكلم معايا على ان انا المدرس اللي بدي ولادها مش هتديني احترامي لان السياق او الوضع اللي حولينا المكان اللي احنا فيه دي قوضة نوم انا نايمة صحية منكوشة يعني فهلا هو ما فيش الناس ازاي هتديني وضعي لكن لما نخرج ونقعد بقى كده في الليفينجروم وقعد لها موري يستكلم يعني انا نصحت لك اهو قولي يعني وندروس بقى على نصحت لك والله كنت يعني بحلم ومبسوطة ونايمة ومرتاحة بس نصحت لك اهو مخصوصة موري فهي تقوم بقى يلالي ده انتي على الولد ومش ده انا مش عارف ايه البتدي بقى نحل المشكلة دي وفي النص كده نرمي ايه بس الله خليكي بقى المرة الجاية لما يبقى فيه مشكلة ايه وانا نايمة ياريت بقى ايه تستاني لغاية المصح لو جيتي كده وعديتي ولقيتيني نايمة بيعودي مع ماما كده تسالوا مع بعض لغاية مصح لما يبقى حاجة زي كده اللي هو ايه نرمي في النص كلام ونلتزم كل مرة يحصل الموقف ده ندي نفس الرد الفعل احنا كأننا بنساست من الناس على طريقتنا احنا فانا دلوقتي انا سحيت لقيت الشخص قاعد قصودي اطلع بره سحيت لقيت الشخص قاعد قصودي اطلع بره مرة في التانية في التالتة في الرابعة الشخص خلاص عارف وكل مرة اقوم ايلاله واصح من انهم في مرة ادي واش بقى مش احنا اتفعنا ان لما يبقى كزا ينعمل كزا وابتدي كده اللي هو ايه اكشر عن انيابي يعني فالناس تبتدي مش مش هقولوك ان هما هيكسه ولا يستحو ولا يخلقوا الدمدن انا اقول ببساطة الجيدة جدا ان انا بمرنهم على ايه ان ده الفعل ورد الفعل ان انت لما تبقى عايز كزا مش هديك المعلومة دي غير لما تعمل كزا وهوضح لهم المرة الجاية لو صحيت من نوم لقيتك قاعد قصودي ايا كان اللي بتسألي عليك مش هرد عليك وتقومي وفعلا المرة الجاية لو هيا عملت كده تنفذ كلماتك وتقومي ايمة وخرجة وتروحي بقى تدخل الحمامة وتبين بقى هما بره يعملوا دروشاتهم عادي وبعد كده ترجعي وتقوم هي سألك السؤال مش هتقومي ايه لانا مش هم مرة الفتاة تقول تلك لو لو صحيت من نوم لقيتك قاعدة في القوضة صادي مش هرد على الاسئلة بتاعتك يبقى انا هنرفز وعادي المرة دي انت اللي اكبرتين وما ترديش افتكروا ان احنا دايما وما تقولوش بقى هي دي مش قلة قدب ان انا حد يتكلمي وما ردش يا جماعة احنا نتكلم في سياق الناس قاعدة يعني بقى صحيح من انهم الاقي الست قاعدة في قوضة نومي يعني فبالتالي فين قلة القدب يعني قلة القدب مش مش وقع علي انا انا باخد بحقيق انا مجرد رد فيها لكن في شخص تاني هو اللي عمل المصيبة فاحنا نفتكر حياة زي كده نحط دايما كده ايه يبقى مرجعاتنا واحدة انا دلوقتي اللي بعمله ده حلال ولا حرام اللي بعمله ده حقي ولا مش حقي فا حقي خلاص خلصت على كده هلا انا بتكلام بشكل واحش بقلت قدب باشتم بزعب ما بعينش ايه من كلام ده بمنتهى الهدوء انا ايه بتصرف ماما وبابا يجو يدخلوا في نص الكلام على حاجة معينة على عيني وعلى رأس يا ماما انا عملك اللي انت عايزاي يا حبيب تقلب بيه مش عارف ايه وبعد كده ام مع الست واحنا واقفين كلنا مع بعض على مش هينفع عمل واحد اتنين تلات بس انت ينسى ايه للامي كده امي اقول لها الاراضيها الله وتاخد الموضوع بهزار فالشخص مرة في التانية وفي التالية هيعرف ان ايه مش هيعرف يمشي عليكم فساعتها هيبتدي يتصرف بالشكل اللي انتوا عايزين ويتصرف بيه فهيبتدي كده اللي هو ايه زي ما بنربي اولادنا او زي ما بنعلم حد اللي هو كده ايه انت لما هتعمل الحاجة الفلانية هتاخد راد الفعل في ريني لو عملت حكسها هتاخد راد الفعل المعاكس فانت عايزني احترمك عايزني اتعامل معك كويس عايزني اقضي احتياجاتك كل الحاجات دي يبقى تديني في المقابل حقي تكاليف الكورس اه تيجي في معايدك ان انت تلتزم بالواجبات اللي بقولك عليها ان انت تتعامل معي بشكل محترم ساعتها تاخد حقك طيب ان انت ما تدينيش تكاليف الكورس تيجي متأخر علي اجي الحصة ملاقيكش اديك واجب ما بتعملوش اه وكمان ده كله بتتكلم معي بشكل وحش اللي اتفاق لاجي خلاص انت اخليت بالشروط بتاعت العقد بتاعتنا ايما فيش اي مشكلة ان انا كمان اه الغي العقد ده اعمل عقد جديد امشيك خلاص هاخد بحقني فبس فده كده كانت نقطة تانية ام وقولولي برضو لو عندكم اي مشاكل تانية احنا متنقشناش فيها اقولولي واشوفكم في الفيديو اللي جاي يلا اعطوا بالعافية